أستاذ أحمد بيسأل فضلتك عن عقاب كاتم الشهادة أو اللي بيشهد زور طبعا هاتان جريمتان كبيرتان يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يكلف العبد بأن يكون له شهادة ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذه الشهادة سواء كانت الشهادة دية من طلب القاضي أو كانت الشهادة دية من أجل إعطاء شخص حقه أو كانت الشهادة دي في موقف وجب فيه أن يتكلم بالصدق فوجب عليه أن يؤدي ما عليه ده من أنواع الأمانة وإلا يكون خائل للأمانة ويكون كاتم للشهادة وكل ذلك من الذنوب والمعاصي أما شهادة الزور فهذه من أعظم الزنوب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور تحذيرا شديدا وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الموبقات اجتنبوا كذا ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور يقول رو الحديث وظل صلى الله عليه وسلم يكررها بيانا لأهميتها حتى قلنا ليته سكت يعني من كثرة مسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ظل يكرر هذه الكريمة لبيان عظم شهادة الزور لأن شهادة الزور يستطيع الإنسان بها أن يأخذ حق غيره ويستطيع الإنسان بشهادة الزور أن يعطي لغيره حقا ليس له فهذا من أعظم الزنوب والمعاصي عند الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يطهرنا من كل كتم للشهادة ومن كل شهادة زور